مرحبا كي جي ثري كيف حالكم؟ لقد حان الوقت لنقوم بكراءة الدرس الثاني والعشرون والتعرف على حرف الحاء كما سنقوم بشرح كل التمارين المتعلقة بهذا الحرف هيا بنا إذن ماذا يجب أن أقول عندما أرى الفتحة الصغيرة فوق حرف الحاء؟ يجب أن أقول حاء وماذا أقول عندما يكون لديه صوت المد الطويل؟ يجب أن أقول حاء وماذا إذا كان لدينا ضمة صغيرة فوق حرف الحاء؟ ماذا يجب أن نقول؟ وماذا إذا لدينا ضمة كبيرة أو صوت مد طويل؟ ماذا نقول؟ يجب أن نقول حو مع الكسرة الصغيرة وهي تأتي تحت الحرف يجب أن أكسر شفتي وأقول حي أما مع الكسرة الكبيرة أو صوت المد الطويل؟ إيه فيجب أن أكسر شفتي كثيرا وأمط صوتي وأنتقه حي حي في أول الكلمة إذن مع الفتحة حا مع صوت المد الطويل؟ مع الصوت المد الطويل؟ مع الصوت المد الطويل؟ حي في وسط الكلمة ننتقل إلى السطر الأخير لدينا حا حو حي في آخر الكلمة تمسك أما هنا فلدينا حا حو حي في آخر الكلمة منفصلة انتبهوا جيدا كي جي ثري أعرف بأنكم سوف تخلطون بين حرف الحاء وبين حرف الجيم وبين حرف الخاء ولكن أريدكم أن تركزوا جيدا حرف الجيم لديه نقطة من تحت حرف الخاء لديه نقطة من فوق أما حرف الحاء فلا نقط لديه لذا لا يجب أن نخلط بين هذه الأحرف الثلاثة دعونا ننتقل الآن إلى كراءة الكلمات والجمل إذن لدينا حا بسا حبسة تذكروا هنا كي جي ثري أولا أستطيع أن أقسم الكلمة وبعد ذلك علي كراءتها كراءة سريعة إذن حبسة حملا حملا حراسة حرسة سحب السحب السطر الثاني لدي سبحة سبحة فلحة فلحة راحة 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 السطر الثالث لدي حمار حمار حو بوب حبوب ولدي ولدي حو بوب عدس عدس إذن دعونا نوعيد كراءة الدرس سويا هيا كي جي ثري قلوا معي حبسة حبسة حملا حرسة حرسة سحب سباحة فلحة راحة راحة ربيحة حمار حمار حبوب 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 عدس ننتقل الآن إلى شرح التمارين المتعلقة بهذا الدرس بسؤال رقم ثلاثة أولا يجب أن ألون الصورة التي أسمع في اسمها حرف الحا ما هذه كي جي ثري هذا صحيح إنها تفاحة هل سمعتم صوت حرف الحا في كلمة تفاحة إذن ماذا نفعل ما هذا إنه ابن الخروف واسمه حمل هل سمعتم صوت الحا في كلمة حمل ماذا نفعل ما هذا إنه جمل هل سمعتم صوت الحا في كلمة جمل ماذا نفعل وما هذه إنها حمامة هل سمعتم صوت حرف الحا في كلمة حمامة إذن ماذا نفعل إذا سمعنا صوت حرف الحا ألون الصورة وإذا لم نسمع صوت حرف الحا نترك الصورة كما هي في الجزء الثاني من السؤال يجب أن أركب من الأصوات التالية أسماء كل رسمة من الرسوم وأكتبها تحت إذن كل ما علينا فعله هو أن نركب أسماء الرسوم من الأصوات التالية ونكتبها تحت الصورة بسؤال رقم أربعة يجب أن أضع دائرة حول خرف الحا في كل أشكاله سواء كان في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة متصلا أو منفصلا بسؤال رقم خمسة يجب أن أصل بسهم المقاطع الصوتية الموجودة في العمود الأيمن بشبيهها في الكلمات الموجودة بالعمود اليسار ولا يجب أن ننسى أن نضع دائرة حول كل هذه المقاطع الصوتية بسؤال رقم ستة هنا يجب أن أصل المقاطع الصوتية ببعضها البعض وأؤلف منها كلمة إذن على أي كلمة أحصل إذا جمعت الحا مع الما ومع اللا؟ تكتب الكلمة هنا على أي كلمة أحصل إذا جمعت هذه المرة الحا مع البا ومع السا؟ وعلى أي كلمة أحصل إذا جمعنا السا مع الحا ومع البا؟ وعلى أي كلمة نحصل إذا جمعنا اللا مع العي مع البا؟ إذن تكتب الكلمات تحت المقاطع الصوتية إذن كل ما علينا فعله هو أن نجمع المقاطع الصوتية الثلاثة ببعضها البعض وأن نكتب الكلمة بشكلها الصحيح على السطر هنا بسؤال رقم سبعة يجب أن أكتب حرف الحا في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة متصلا ومنفصلا ولكن أولا رجاء يجب أن تشاهدوا فيديو كيفية كتابة حرف الحا قبل البدء بهذا التمرين بسؤال رقم ثمانية يجب أن أضع حرف الحا بالشكل المناسب بحسب موقعه في الكلمة أي إما في أول الكلمة إما في وسط الكلمة إما في آخر الكلمة متصلا أو منفصلا بالسؤال الحادي عشر يجب أن أرتب مشاهد اللوحة بحسب ما ورد في القصة وبالترقيم من واحد إلى أربعة ساردا قصة رغيف الخبز من خلال هذه المشاهد هذا كل شيء أتمنى أن تكونوا قد فهمتم درس اليوم أراكم لاحقا كي جي ثري إلى اللقاء